موسيقى وحدات من القوات المسلحة تحكم سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق تدمر بوكدنوف يرجح أن تنطلق جولة جديدة من اجتماع أستنى حول سوريا بداية شهر تموز المقبل موسيقى ومجلس الوزراء يناقش في جلسة الأسبوعية موضوع الصرفيات والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة موسيقى أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية أكد مصر العسكري أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة تواصل عملياتها القتالية الناجحة في بادية تدمر حيث أحكمت سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق المدينة وطاردت فلولة تنظيم داعش الأرهابي في المنطقة وكبدتهم خسائر في الأفراد كما دمرت عددا من آلياتهم وهذه مشاهد لاقتراب وحدات الجيش والحلفاء من حقل أرك شمال شرق تدمر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جولة على ابرز الاحداث الميدانية في هذا التقرير تابعت حدات الجيش والقوات المسلحة بتعاون مع القوات الحليفة عملياتها ضد تجمعات ومحاور تحرك ارهابي تنظيم داعش وذلك في بادية تدمر واحكمت سيطرتها على مساحة مائة كيلو متر مربع جنوب وشمال شرق المدينة مكبدة التنظيم بذلك خسائر في الافراد والعتا عمليات نوعية نفذها الجيش العربي السوري اسفرت عن احكام سيطرته على عدد من النقاط المهمة في منطقة ظهور الغنايم شمال سد ابو كلا بسبعة كيلو مترات في رف حمص الشرقي في المحور ذاته يتواصل التقدم في البادية باتجاه حقل آرك شمال شرق مدينة تدمر خلال عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك ارهابي تنظيم داعش بريف حمص الشرقي اما في دير الزور فقد خاضت حدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية من تنظيم داعش شنت هجوما على اتجاه لواء التأمين ومحيط المطار انتهت بافشار الهجوم والقضايا على اكثر من ستين ارهابيا باصابة العشرات وحدات اخرى من الجيش تصدت لمحاولات اعتداء من المجموعات الارهابية على منازل الاهالي وعدد من النقاط العسكرية في درعة من جانب اخر وفي خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر اعتدت المجموعات المسلحة بالقضائف الصاروخية على محطة توليد الطاقة الكاربائية في محرد شمال مدينة حما حيث اقدمت مجموعات ارهابية تتحصن في قرية اللطامنة بريف حما الشمالي على الاعتداء باربع قضايا صاروخية على محطة محردة لتوليد الطاقة الكاربائية ما تسبب بوقوع اضرار مادية فيها هذا وكانت المجموعات الارهابية المنتشرة في ريف حما خرقت مذكرة مناطق تخفيف التوتر في الرابع من هذا الشهر واستهدفت مدينة محردة ومحطة توليد كارباء الزارة بعدة قضايا صاروخية ما تسبب بوقوع اضرار منتية كشف تسجيل سربته صفحات تابعة للارهابيين بان تنظيم جيش الاسلام الارهابي يريد الحصول على مليون دولار شهريا مقابل الانضمام الى ما يسمى الائتلاف المعارض وبحسب التسجيل فين الارهابي محمد علوش احد المتزعمين في تنظيم جيش الاسلام الارهابي طلب في اتصال هاتفي من عضو الهيئة السياسية لما يسمى الائتلاف جمال الورد مبلغ مليون دولار شهريا وذلك ردا على طلب الاخير من التنظيم الدخول ضمن فصائل الائتلاف العسكرية وإلا ستكون الدعوة مرفوضة رسالي رسال للدخول للائتلاف أجل أرسال وتعين من دوب عنا بالائتلاف فقالت له لجمال شوف يا جمال انت صاحبي وصديقي من زمان انت عمسلكم دعمها لا ولا لا قال اي عمسلكم والله ما لبتير مني اخي نحنا بدنا حصتنا تعطونا مليون دولار كل شهر من هالدول المصاري عم يجيبكم نحنا جاهزين ما بتعطونا لك اخي بصعب فشوفوا تحسوسوا وشوفوا جماعة وردي لخبار سياسيا رجح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون دول الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخايل بوكدانوف أن تنطلق جولة جديدة من اجتماع أستنى حول سوريا بداية شهر تموز المقبل بينما جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أتكيد على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا سياسي وعبر الحوار واحترام استقلالها وقرار شعبها مع تحرك الأمور في سوريا باتجاه وضع ميداني ناجز يحرز فيه الجيش العربي السوري تقدماً واسعاً على أكثر من محور ملحقاً هزائم كبيرة بالإرهابيين يعود الحديث مجدداً عن عقد جولة جديدة من اجتماعي أستنى وجناف بداية الشهر المقبل بعد التأجيل الذي طال الموعد السابق بسبب التعنوت التركية نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف أوضح أنه تجري محادثات مع إيران وتركيا لإجراء جولة جديدة من اجتماع أستنى حول سوريا بعد شهر رمضان تليها مباشرة جولة ممثلة في جناف وعلى الرغم من عدم تمخض أي من الاجتماعين حتى الآن عن أي مبادرة سياسية حقيقية من شأنها أن تنتج حلاً إلا أن الجولة الأخيرة من اجتماع أستنى استطاعت أن تحقق نتائج جزئية من خلال الاتفاق على إقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا فيما انتهى جنيف إلى الاتفاق على عقد اجتماعات غير رسمية بين خبراء دستوريين من وفد الجمهورية العربية السورية وفريق المبعوث الخاص لبحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطاً مناسبة تصلح كمبادئ دستورية الجولتان الجديدتان من المباحثات تعقدان وسط أجواء تفاؤل إيجابية روسية عبر عنها الرئيس فلاديمير بوتن في وقت سابق خلال الاجتماع الموسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية مشيراً إلى وجود فرصة حقيقية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية وبدء عملية سياسية فعالة التفاؤل الروسي يأتي بالتوازي مع تأكيد طهران عبر وزير خارجيتها محمد جواز ظريف على ضرورة استمرار تعاون وتنسيق إيران وروسيا وتركيا كدول ضامنة لهذه المحادثات من أجل تقويتها وضمان فعاليتها تحولت ممارسة الإرهاب لدى العديد من الدول إلى سياسة رسمية علنية هدفها تحقيق وتنفيذ مشاريع وأحلام السيطرة الاستعمارية بأدوات وهابية أخوانية على شعوب المنطقة وصولاً إلى ثرواتها يوماً بعد يوم تنكشف حقائق منابع الإرهاب ودعميه الذين تسببوا بإنتاج الفوضى والتطرف في المنطقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهر بدور الولايات المتحدة في نشوء واحتضان تنظيم القاعدة الإرهابية ومتزعيمه حينها أسامة بن لادن مؤكداً خلال مقابلة بثتها قناة الشو تايم أن القاعدة هي نتيجة لذصرفات وأفعال الأمريكيين من القاعدة إلى داعش السحر الأمريكي ينقلب على صانعيه إذ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بأن المقاتلين الأفغان الذين أمدتهم بالسلاح وصاهمت في تدريبهم سيتحولون إلى إرهابيين يهددون المصالح الأمريكية في أفغانستان نفسها بل ليمتد التهديد إلى العمق الأمريكي نفسه بعد تنفيذ واحدة من أخطر العمليات الإرهابية في التاريخ الحديث والتي تمثلت في ضرب برجي التجارة العالميين خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر أمريكا والتي لطالما رعت وحتضن التنظيم القاعدة الإرهابي وأسامة بن لادن ليس بجديد عليها أن تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية عبر أدواتها ومرتزقتها من دول باتت معروفة في المنطقة حقيقة أكدها القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري تفيد بأن بلاده تملك معلومات عن قيام النظام السعودي بتحريض إرهابي تنظيم داعش على تنفيذ الاعتدائين الذين وقعوا في طهران مؤخرا واستهدفا مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني ومقر مجلس الشهور الإسلامي لقد بات معروفا للقاصي والداني أن تنظيم داعش الإرهابي هو صنيع الولايات المتحدة والتي تستخدمه في تحقيق سياساتها هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخميني مشددا على أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي كاذب ورغم عدم تعرض داعش للمصالح الأمريكية بعد لكن الإدارة الأمريكية ستسعى ربما إلى التخلص من آثار جريمتها في عدد من دول ما أسمته الربيع العربي فتقوم بتصفية التنظيم بدعوى الحرب على الإرهاب كما حدث مع تنظيم طالبان في أفغانستان مجلس الوزراء يناقش في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهة العامة فيما يخص الانفاق الحكومي والتأكيد على ضبطها بشكل صحيح ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية وذلك في إطار سعي الحكومة لدعم وتنمية كافة القطاعات حيث وافق المجلس على منح سلفة من أموال الخزينة الجاهزية قدرها مليار ليرا سوريا لتنفيذ القطة الإنتاجية لمنشأة دواج طرطوس وافق على منح مؤسسة الدواج لمشأة بطرطوس مبلغ قدره مليار ليرا سوريا لتشغيل المنشأة بكامل طاقتها الإنتاجية كذلك ناقش المجلس مشروع قانون بأحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة مقرها دمشق ووافقها على رفعها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدورها يأتي مسودة هذا التشريع في إطار ومتابعة خطة وزارة السياحة لتطوير قطاع التدريب السياحي والفندقي لرفض الكوادر البشرية اللازمة لرفض قطاع العمل في هذا المجال وفق المعايير الدولية المعتمدة أيضا يأتي لتحقيق بيئة هامة لتطوير الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المشأة السياحية وقدم المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات إلى الأحياء التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرت عليها في مدينة حلب عرضا حول الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية الجو الكثير موفقة لاحظنا من خلالها تقدم كبير للمشاريع التي تتنفذ الناس عادت إلى مواقع إلى الأحياء الشرقية بشكل تجاوز الأربعين بالمئة هناك نسب تنفيذ متقدمة لكل مشروع من المشاريع ونقش مجلس الوزراء موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقات بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة فيما يخص الإنفاق الحكومي صدر المرسوم اليوم حول تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 50% على كافة المستوردات من المواد الأولية والمستلزمات الإنتاج الصناعي للصناعة المحلية وهذه مكرمة من سيادة الرئيس بشار الأسد لدعم الصناعة المحلية هذا من شأنه أن يؤدي إلى طبيعي مكتسبات بالنسبة لأسازة الصناعيين سيساهم في دفع عملية الإنتاج في استنهاض الإنتاج الصناعي وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل عرضا حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي خلال الصيف القادم تم استعراض التحضيرات الخاصة بإقامة الدورة تسعة وخمسين لمعرض دمشق الدولي بالفترة من 17 ل 26 آب من هذا العام هناك ورشة عمل كبيرة في مدينة المعارض تهتف إلى تأهيل وصيانة المرافق العمل موجودة داخل المدينة بشكل كامل الشركة العمل لبناء والتعمير والشركة العمل لأعمال الكهرباء والاتصالات ومؤسسة الإسكان العسكرية وأيضا شركة كهرباء ريو دمشق أعمال كبيرة قامت بها وتقوم هذه الشركات ستكون الأعمال كاملة منجزة بتاريخ 31 سبعة قبل بدء المعرض بحوالي 17 يوم الحالة التسويقية المعرض هي ممتازة للغاية على المستوى المحلي تم تسويق بتعاون مع اتحادات الأعمال اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة واتحاد مصدرين السوري ما يزيد عن 25 ألف متر مربع من القطاع الخاصة السورية مقسمة إلى قطاعات النسيجية والغيزائية والهندسية والكيميائية وناقش المجلس واقع الجمعيات وتم التأكيد على ضرورة تطوير عملها وعلاقتها مع العمل الإغاثي ووضع قواعد دقيقة لعمل هذه الجمعيات تم اليوم ضمن اجتماعات مجلس الوزراء طرح موضوع الجمعيات وتأكيد على أهمية العمل الأهلي وأهمية تكامل الجهد الحكومي مع الجهد الأهلي ليسد الاحتياجات الإنسانية والمجتمعية للمجتمع السوري ووافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمهورية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من الشهر السابع لعام 2017 فرع درعا لحزب البعاث العربي الاشتراكي ينظم لقاء جماهريا في سبيل حقن الدماء ودعوى للمصالحة الوطنية بحضور عدد من الفعاليات الأهلية والدينية في درعا وعملا بتوجيهة الحكومة السورية نقل أمين فرع درعا لحزب البعاث العربي الاشتراكي كمال العتمة ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس رسالة للحيلولة دون نسف مزيدا من الدم السوري أساسيات هذا الاجتماع حمنا أهلنا الفعاليات الأهلية والاجتماعية والدينية والثقافية في المحافظة أمانة يوصلها للمسلحين من أبناء درعا وتوجيها وتنفيذا لتوجيهات القيادة وعلى رأس سيد الوطن سيد الرئيس بشار أسد بأن المصالحة الوطنية يجب أن تتساير وتتزامن مع الماركة نحن نوجه رسالة اليوم فكان الاجتماع مع الفعاليات الاجتماعية والوجهة والماء أغلى وجهة مدينة الدرعا ومنطقة الدرعا فهي رسالة تنقل لهؤلاء المسلحين أن يتركوا السلاح وهذه المرة الألف تم التحدث فيها فأهلا وسانا بأي وقت يخففوا نحن انتصرنا نحن في النهايات درعا ستنتصر البلد كلها إن شاء الله ستعود ربوع سورية عامرة بإذن الله الرسالة اليوم عندكم رسالتنا حقن الدماء التوجه إليكم بالخير ونسأل الله في رمضان أن يحقن دماء الجميع لقاء يأتي بالتزامن مع إنجاز المصالحات الوطنية لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن في ظل استمرار الجيش العربي السوري بمكافحة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين إرهابيا من تنظيم داعش بين محافظتي ديالة وصلح الدين والجيش يحرر وحي الزنجيل بالكامل نبقوا معنا أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة بعد ظهر أمس المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في البادية السورية وتمكنت من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ردود فعل فلسطينية غاضبة على طلب نتنيهو تفكيك وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين اونوروا سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين ارهابية من تنظيم داعش بين محافظتي ديالة وصلاح الدين والجيش يحرر وحي الزنجيل بالكامل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يؤكد ان تركيا دولة تحكمها عصابة بزعامة اردوغان اثارت تصريحات رئيس وزراء العدو الصيوني بن يمين نتنياهو والتي طلب فيها سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي خلال زيارتها الى الكيان بالعمل على تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونوروا ردود فعل فلسطينية غاضبة رافقت هذا الطلب تقرير خليل ابراهيم نددت منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة رئيس وزراء العدو الصيوني نتنياهو الى تفكيك وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانوروا ودمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة واقارت المنظمة ان دعوة نتنياهو تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وانهاء الشاهد الحي على النقبة الفلسطينية بدوره اعتبر مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مطالبة نتنياهو بحل الانوروا هو محاولة لاخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من ارضهم في معربة الهيئة العام للاجئين الفلسطينيين العرب عن استنكارها للدعوة التي اطلقها نتنياهو وقالت انها تأتي في ظل الهجوم المكثف على القضية الفلسطينية وعلى الدول الداعمة لهذه القضية وفي طالعتها سوريا التي وقفت الى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضاياه وحقوقه غير القابلة للتصرف ونبهت الهيئة الى ان نتنياهو واصحاب مثل هذه الدعوات يجب ان يكونوا مطلوبين للمثول امام المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني اكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان بجنيف عبد الحميد داشتي انه يمارس بحق المرأة في السعودية كافة اشكال التمييز العنصري بسبب التخلف الناتج عن الثقافة الوهابية المنتشرة في المجتمع مضيفا في مدخلة عن التمييز ضد المرأة في مقر الامم المتحدة بجنيف ان الظلم الواقع على المرأة السعودية يبدأ بعدم قبولها في السلك الدبلوماسي نحن اذن ناقش حقوق المرأة تتجلى امام نصورة المرأة المكلومة التي تعاني قسوة الحياة وشظف العيش وما تتحمله من اعباء في ظروف الحرب ومتطلبات الحياة ورعاية الاسرة في فلسطين وفي سوريا واليمن والبحرين والعراق وفي الصحراء الغربية اما في السعودية حيث ذلك مصحوبا ايضا بالاضطهاد والقهر والحرمان من ابسط الحقوق الانسانية ويمارس بحق المرأة هناك كافة اشكال التمييز العنصري بسبب الجنس وتسلط المجتمع ذو الثقافة الوهابية المتخلفة عن ركب الحياة والذي تبدأ ممارسته من هذه القاعة فهي عندما لا تقبل بالسلك الدبلوماسي الا انها تعمل على تعيين المرأة محليا وتفرض عليها ارتداء لباس محدد داخل هذه القاعة لترمي حطة الرئيس فور خروجها اليس هذا اضطهاد مقيت وتدخل سافر في حرية المرأة وخصوصيتها امام عيننا سيد الرئيس من ذلك كله يتضح ان المرأة هي اكثر الفئات ضعفا وتهميشا الامر الذي يفرض واجبه توفير معيار العناية لمنع انتهاكات حقوق الانسان والمعاقب على مخالفتها والتعويض عنها ومنع مرتكبها من الافلات من العقاب زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية حققت له مكاسب مهمة على الصعيد الاقتصادي ولكنها دقت اسفينا جديدا في العلاقات بين المشيخات والممالك الخليجية مراسلتنا في بيروت نور الحاج والتفاصيل بعد زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية عاد الى بلاده حاملا معه عقودا بعشرات ملايين الدولارات هذه الصفقة اثلجت قلب ترامب وحققت له مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة لكنها في الوقت نفسه دقت اسفينا في جسد العلاقات بين المشيخات والممالك الخليجية كان من الطبيعي ان يظهر الى العالم بعد زيارة ترامب وبعد مؤتمر الرياض لانه برأيي الشخصي ان هذا الاتفاق حول مواجهة المسألة القطرية والملف القطري كان قد تم قبل ولكن امنا له الغطاء العربي والاسلامي الكبير في انعقاد القمة التي انعقدت بوجود هذه الدول التي يخيل الينا بشكل واضح ان دورها كان لم يكن دورا مركزيا اذا استثنائنا مصر التي لا شك انها في عمق الاتفاق باعتبار ان الحرب هي مع جماعة الاخوان بما تمثل قطر لهذا التنظيم الدولي من الاخوان تصريحات نسبت الى امير مشيخة قطر قال فيها ان ايران تمثل ثقلا اقليميا وليس من الحكمة التصعيد معها واضافت التصريحات لا يحق لأحد ان يتهمنا بالارهاب لانه صنف الاخوان المسلمين جماعة ارهابية او رفض دور المقاومة واتهم تميم كل من السعودية والامارات والبحرين بالتحريد على قطر واتهامها برعاية الارهاب هذه الخلافات موجودة وقد ظهور بعض هذه الخلافات في بعض المناطق السورية في السراع وانا اعتقد انه كل ما مر الوقت كل ما شارفت الساحة السورية على اغلاق ساحتها وكل ما الساحة العراقية شارفت على اغلاق هذه الساحة كل ما ازداد ايضا السراع في هذه المنطقة الممتدة من حضر موت حتى اربت حيث سيتجسد السراع بصورة واضحة بين هذين الطيارين بعد الخلاف والتصريحات من الطرفين وفي هذا الاطار اتهمت قطر بشق الصف الخليجي ودعم اعداء الامة وبعد هذا الاتهام ازدادت الامور حدة لتصل الامور لقيام كل من السعودية والامارات ومصر والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية والشركات التجارية والطياران الى قطر خلافات بين قطر والسعودية ودول الخليج مردها الطمع ودعم الارهاب لكن كل هذه الانظمة والمماليك تعتمد في بقائها على الدعم الامريكي المفتوح فهل اصبحت الارضية جاهزة لانتقال الفوضى الى دول الخليج؟ نور الحاج الاخبارية السورية بيروت في جديد ازمة داعم الارهاب القطريين والسعوديين مواقف امريكية متناقضة ومحاولات قطرية لتدويل الازمة ياما واكد من موقف الى اخر تتأرجح السياسة الامريكية تجاه الخلاف الخليجي منذ اندلاعه بقطع العلاقات الدبلوماسية بين النظام السعودي ومشيخة قطر وبعيدا عن تأييد ترامب بدعم النظام القطري للارهاب يأتي تصريح وزير الدفاع الامريكي جيم ماتس للتأكيد على ان بلاده ستتعاون وستسعى للبحث عن تفاهم متبادل مع سلطات مشيخة قطر التي تتحرك بالاتجاه الصحيح حسب تعبيره هذا وضع صعب للغاية الا ان قطر تتحرك في الاتجاه الصحيح لكن ليس بشكل دقيق تماما هي اشارة ربما من الامريكي باعادة صيغة وجهة نظر جديدة للسياسة الامريكية تجاه النظام القطري الاتهام بالارهاب غاب عن لسان ماتس على عكس موقف رئيس بلاده دونالد ترامب الذي اكد ان معاقبة قطر عمل ايجابي وان ما اسمه معركة مكافحة تمويل الارهاب ستنتهي بالنصر مراقبون يعتبرون ان فتح باب التفاهم الامريكي القطري والتلويح بالتنسيق لعله يهدف في مضمونه لفرض الهيمنة الامريكية على المشهد الخليجي دون اي تدخلات اضافية يبحث عنها وزير النظام القطري بتنقله من عاصمة اوروبية الى اخرى المطلوب قطريا باخذ الاتحاد الاوروبي لزمام المبادرة وحل الخلاف القائم في ظل التناقضات الامريكية الواضحة تناقضات مهما تروحت في الشكل والتصريحات تصب في مجملها بسياسة واحدة تقوية انظمة رعية للارهاب على حساب اخرى حسب ما تقتضي ظروف اللعبة الدولية التي تديرها الولايات المتحدة الامريكية سلاح الجو العراقي يقضي على عشرين ارهابية من تنظيم داعش في قصف استادف او كاره في الامطبيجة على الحدود بين محافظتي ديالة وصلاح الدين وحي الزنجيل بالكامل تحت سيطرة الجيش العراقي رامي عباس حي الزنجيل بالكامل تحت سيطرة الجيش العراقي هي احدث نتائج العمليات العسكرية المستمرة التي تخوضها القوات العراقية ضد ارهابي تنظيم داعش وذلك بعد ان قامت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع بتحرير الجزء الشمالي للحي كما تمكنت القوات العراقية من اقتحام حي الشفاء في الساحل الايمن لمدينة الموصل على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين وتحديدا في منطقة الامطبيجة استهدف سلاح الجو العراقي او كار تنظيم داعش الارهابي ما اسفر عن مقتل عشرين ارهابيا وتدمير خمسة من الياته احدها مفخخة كما تم تدمير عدة تجمعات للتكفيريين في المنطقة وفي السياق المتصل اعلن قائد عمليات دجلة عن تدمير مقرين لتنظيم داعش الارهابي واعتقال عشرة اشخاص من المشتبه بهم وذلك خلال عمليات دهم جرت شمال غرب بعقوبة القوات العراقية كانت استعادت السيطرة على خمس قرى في ناحية المحلبية الواقعة شرق مدينة الموصلة من تنظيم داعش الارهابي وذلك في اطار الخطوات السريعة التي يخطوها الجيش العراقي نحو تطهير المدينة بالكامل من دنس ارهابي تنظيم داعش اكد رئيسه حزب الشعب الجمهورية التركي كمال كليدتشار اغلو ان رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان له علاقة مباشرة بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي وكان على علم مسبق بها كمال كليدتشار اغلو قال خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه ناردوغان اراد استغلال محاولة الانقلاب للتخلص من جميع معارضيه ومنافسيه داخل اجهزة ومؤسسات الدولة ورفض جميع الطلبات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قضية الانقلاب لانه يعرف ان هذا التحقيق سيكشف علاقته السرية باطراف الانقلاب اغلو اشار الى ان رئيس النظام التركي استغل محاولة الانقلاب لاحكام سيطرته على جميع مؤسسات ومرافق الدولة وخاصة الجيش والمخابرات والامن والقضاء والمحكمة الدستورية بحيث اصبحت تركيا دولة تحكمها عصابة بزعامة اردوغان اكد النايب الاول لرئيس لجنة شؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف ان على موسكو تجديد التدابير التقييدية الجوابية في جميع المجالات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضدها وكان اربعة نواب من اللجنة المصرفية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي اعلنوا عن مشروع قرار لتعزيز وتوسيع العقوبات الامريكية الحالية ضد روسيا ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن جباروف قوله للصحفيين في حال تم اتخاذ اجراءات تقييدية ضد روسيا فاننا بحاجة الى تعزيز العقوبات ضد الولايات المتحدة في جميع المجالات التي نتعاون فيها بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والدفاع والثقافة وكانت الولايات المتحدة فرضت في اذار الماضي عقوبات جديدة ضد ثماني شركات روسية حيث اكدت الخارجية الروسية ان هذه العقوبات الامريكية الجديدة تتناقض مع التصريحات الامريكية حول اولوية محاربة الارهاب وتقود امكانية افاق تعاون لهزيمة تنظيم داعش الارهابية عرب وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس عن صدمته ازاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الامريكي في الوقت الحالي دعموا الارهاب ورعاته ومدربوا عناصره الاساسيين تشفوا بعد سنوات من ضخ السلاح والفكر الارهابي الى الدول المناهضة لهم عدم كفاءة جيشهم وتدني جهزيته القتالية وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس كشف امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن صدمته ازاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الامريكي عزيا السبب للتقشف طمعا بمزيد من الاموال القادمة من النظام السعودي بحجة رفع الجهزية القتالية للمتدربين على يد الجيش الامريكي المتهالك لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة اشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ وبعد اربع سنوات عدت الى الوزارة وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية وما من عدو في الميدان الحق ضررا بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف على اثر تصريحات ماتس طلب البنتاجون من الكونغرس تخصيص 639 مليار دولار لموازنته للعام 2018 موزعة على 574 مليار دولار كنفقات عامة و65 مليار دولار لنفقات اضافية للحرب تلك الحرب التي خلقتها الادارة الامريكية على مدى سنوات طوال لتحقيق مآربها في كسب الارباح الخيالية من بيع السلاح وتدريب الارهابيين والسطو على خيرات البلاد المدمرة اعربت مفوضة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيدريغا موغيريني عن فقتها بان واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي المبرم مع ايران عام 2015 وقالت المسؤولة الاوروبية انها واثقة من ان الولايات المتحدة ستتخذ قرارات حكيمة واضافت موغيريني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر في اوسلو للوساطة من اجل السلام ان الاتحاد الاوروبي سيضمن على اي حال بقاء الاتفاق وسيضمن التزامه بذلك وكذلك سيضمن استمرار سياسته الخاصة بالتواصل مع ايران ذكر بيان لمكتب المدعي العام في نيويورك كان نائب القنصر العام لبنجلادش اعتقل ووجهت اليه تهمة بالاتجار بالبشر وقال المدعي العام ان محمد اسلام متهم ايضا باستخدام القوة والتهديد ضد شخص يعمل معه لامتناعه عن دفع المال مقابل خدمات قدمت اليه مضحا ان المتهم سهم في ادخال ضحيته للاراضي الامريكية بشكل غير قانوني وعقب ذلك انتزع منه جواز سفره وعجبره على العمل من دون مقابل كما هدد الدبلوماسي الرجل ايضا بطرده من الولايات المتحدة وايضا بقتل افراد اسرته اصيب شرطي جراء انفجار عند مدخل قاعدة عسكرية بريطانية جنوب قبرص وذكر المتحدث باسم القوات البريطانية في قبرص ان شرطي اصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار كما وقع تضرار مادية بمدخل القاعدة العسكرية البريطانية الواقع بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد مضيفا انه تم ارسال محاقيقين جنائيين لمعرفة سبب الانفجار ويتم التعامل مع الامر على انه تحقيق جنائي اكدت الشرطة العلمانية اصابة اربعة اشخاص باطلاق نار في محطة قطار بضواحي مدينة ميونخ مضيحة ان بين الجرحة شرطية ومنفذ الهجوم الذي اعتقل واضح متحدث باسم الامن ان الشرطية اصيبت بجروح خطيرة وضفن الحادثة اسفر عن اصابة شخصين اخرين واصر على ان المهاجم كان ينطلق من دوافع شخصية نافيا وجود اي اسباب دينية او اديولوجية وراء الهجوم القضاء الفرنسي يعلن بدء التحقيق حول قيم احدى الشركات الفرنسية العاملة في سوريا بتمويل تنظيم داعش الارهابي رانح حيدر السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا قضائيا بشان انشطة لمجموعة لافارج هولسيم المتخصصة في الاسمنت والبناء والتي كانت تعمل في سوريا وتمول تنظيم داعش الارهابية رويترز نقلت عن المصدر القضائي ان قاضيا معنيا بشؤون مكافحة الارهاب وقاضيين معنيين بشؤون المالية يتولون القضية مشيرا الى ان التهمة تشمل قيم المجموعة بتمويل كيان ارهابي وتعريض ارواح للخطر لكن الدلائل على تمويل مؤسسات ومنظمات غربية للارهاب كثيرة جدا لافارج هولسيم اقرت بدفع اموال الى تنظيمات ارهابية كي يستمر عمل مصنعها في شمال سوريا وهو ما خلص اليه تقرير داخلي مستقل وكانت صحيفة لوموندا الفرنسية كشفت العام الماضي عن عقد الشركة المذكورة اتفاقات تعاون سرية مع تنظيم داعش الارهابي في سوريا مكنتها من الاستمرار بتشغيل مصنعها في شمال شرق حلب حتى عام 2014 رغم انتشار الارهابيين هناك كما حصلت الصحيفة على رسائل ووثائق خاصة بشركة لافارج تبين العلاقة التي تربطها بالتنظيم والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الانتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في سوريا وبيع السلع والمواد التي تقوم بانتاجها في المناطق التي ينتشر فيها ارهابي التنظيم في نهاية ساعتنا الاخبارية تذكير بابرز ما جاء فيها من عنوين وحدات من القوات المسلحة تحكم سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق تدمر بوغدانوف يرجح ان تنطلق جولة جديدة من اجتماع استنى حول سوريا بداية شهر تموز المقبل موسيقى ردود فعل فلسطينية غاضبة على طلب نتانياه تفكيك وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين وسلاح الجو العراقي يقضي على عشرين ارهابيا من تنظيم داعش بين محافظتي ديالة وصلح الدين والجيش يحرر وحية الزنجيلي بالكامل إلى اللي موسيقى 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 اشتركوا في القناة